موسيقى لفتح آفاق الإبداع والإنجاز والتميز أمام المرأة قدم مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات الأقل حظا منحا لمشاريع صغيرة في إربيد والمفرق ويأتي هذا بعد أن سجلت المرأة الأردنية قصص نجاح في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى جانب الثقافية والتنموية وبأقل الإمكانات وأبسط أنواع الدعم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي 65 سيدة من محافظتي إربيد والمفرق استفادت من المنح التي قدمها مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات الأقل حظا والذي تنفده مؤسسة الشرق الأدنى بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني والجمعية الأردنية لرعاية الأرامل والأيتام حيث وصلت القيم الإجمالية للمنح المقدمة 25 ألف دينارا أردني أمين سر تجمع لجان المرأة الوطني العين مي أبو السمن تحدثت عن أهمية هذا المشروع في مساعدة المرأة كونها داعم اقتصادي لها بدأ هذا المشروع منذ شهريا بدأنا بتدريب مئة سيدة وكانوا هؤلاء السيدات على رغبة كبيرة بإقامة مشاريع إنتاجية لهم بعد تدريب ما تم اخترنا ما يقارب 35 سيدة من سيدات إربد الآن سنقوم بإعطاء هؤلاء السيدات منح تتجاوز من ألف إلى ألفين إلى ثلاث تلاف دينار المشروع الذي يأتي ضمن برامج مؤسسة الشرق الأدنى الرامية لدعم الأردنيات لإقامة مشاريع انتهاجية مدرة للدخل وفر الفرصة لمائة سيدة من محافظتي إربد والمفرق للاستفادة من البرنامج التدريبي والمهني لإدارة المشاريع الصغيرة تهدف مؤسسة الشرق الأدنى من خلال هذا البرنامج إلى التمكين الاقتصادي للسيدات الأردنيات في محافظتي المفرق والإربد من خلال مجموعة من التداخلات التي تقدمها المؤسسة وهذه التداخلات تركز على تدريب المستفيدات على كيفية تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الصغيرة المدرة للدخل على مستوى المنزل ليلة المنزي إحدى السيدات المستفيدات من المشروع حولت مطبخ منزلها إلى مطبخ إنتاجي حيث تقوم بتقديم العديد من الأكلات الشعبية وتعمل على مدار الساعة لتلبية طلبات سيدات المنازل نظرا للظروف الصعبة حولت مطبخي لمطبخ إنتاجي بعمل منه بعمل حلويات وبعمل جميع أنواع الطعام حتى أساعد زوجي بظروف الحياة الصعبة وأنا ما سيكون عندي مطبخ أكبر من هيك وبتمنى أنه يكون أكبر من هيك حتى أزيد من الدخل السيدة نبيها عودي قصتها لا تختلف كثيرا فهي تعاني من صعوبات اقتصادية بالإضافة إلى صعوبات مرضية اتجهت إلى تنصيق الزهور بعد أن تحسنت حالتها الصحية وعند مشاركتها بأحدى المعارض وددت إن إقبالا كبيرا بدأ على أعمالها ما دعاها إلى التوسع في مشروعها أنا كانت مريدة جدا وحالة الاقتصادية صعبة والحمد لله لما اتجهت التنصيق الزهور الحالة بدأت تتحسن وأأمل أن المشروع يكبر يشار إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي للأسرة الأردنية الفقيرة يهدف إلى تحسين المستوى الاقتصادي للمرأة من خلال البدء بإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن أو توسعة المشاريع الصغيرة المدرة للداخل اشتركوا في القناة